بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع الكتابيال لي ريكم بروندر إذاً طبعا سنستقنف معد العنوان إني سواري ديفر ومسيام الفصل الشتاء طبعا رأينا الدفقرتين إلى ناجة تتلجوني أبريل الديني لفامي سريني سيطوره دائم مجزال وغوطة نسبة بني مجزل خم تجمع في دكتورة السيطوره دائموني لغا دانسة لفلهم فقام في معلومة مهارين قامت بحراء جديدة اجدًا تعامل تتلج المفيدين فوقت بحراء وم مهارة كما تتكلم عندما تتكلم بحراء وثلاثم كان صحيح هذا بالتأكيد من الوقت في الارب لكنني كنت جمعت وكانت مطمة كانت أعطاء أعطاء الوحيدة وعندما أخبرنا وعندما أعطاء وعندما أتكبر ولكن أعطاء حول ذلك كنت أعطاء ماذا قالت ستكون محفي وأن أدان لسيطان وأبقا تتكلم وإنها في البحر أتكلم لن يوجد عمر لنرده بشكل وفضله أنا من حدره وجد جزيز أبدو وفي الهدف الرماذ الان ربما كانت الرجاء الإجراء إنه يشربه هم يشربه فقط أحسن أنا أعطي جدري وحففل فقط 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 إنه يشربه إنه يشرفه على حيب الإجراء إنه يجربه كما نقول هذا يأكل هذا يأكل أطفال. أكيد أنهم يأكلون الأطفال. إذن هي تستمع. إذا نتكلم عن مونيك. طبعا تستمع لقصة الجدة التي تحكي عن جو عاشته يشبه جو تلك الليلة التي هي فيها. وتحكي لصغارها أجواء عاشتها عندما كانت لزال الطفلة. إذن طبعا مونيك أنها تستمع للجدة أنها شيئا ما كما نقول قلقة أو منزعجة أنها خائفة. مونيك كأنها اشتبهت عليه الأمور. إذن تستمع للجدة وكأنها هي التي تعيش هذا الأمر. إذن تستمع منزعجة. تستمع ماذا؟ تستمع لصوت الريحي الذي يسمع في تلك اللحظة في المدخانة. طبعا في المدفاقة هي مرتبطة بمدخانة. تخرج إلى أعلى المنزل عندما كان الريح في تلك الليلة. يحب أكيد أنه يسمع لصوت عبر تلك المدخانة وبالتالي عبر تلك المدفاقة. إذن إليكوت ثم هي تستمع. نتكلم هنا عن مونيك. شيئا ما منزعجة. إذن هي تستمع للجدة وهي خائفة. تستمع ماذا؟ تستمع لصوت الريح. يستدم بماذا؟ دون الشمينة. يستدم بالمدخانة. وبالتالي ينزل ذلك الصوت إلى المدفاقة. ويسمع داخل الغرفة. إذن تقول الجدة. أنا فوقيت. طبعا هنا لوفا ببيرد. نتكلم عن فعل فقد. ولكن هنا كما ترون بأن لوفا ببيرد. أنا مصرف مع لكسلير أطر. ما لدينا مثلا جي بيردي. أنا فقدت. نقول مثلا جي بيردي مبواتير. أنا فقدت سيارتي. عندما في الحالة ببيرد. سيكون مصرف مع أفوار. ولكن هنا تنتكلم عن الجدة. هي التي فقدت. إذن لوفا ببيرد. سيتصرف مع أطر. جي بيردي. ثم عندنا هذا أطر. كما ترونه مصرف في. لام بارفي. كما ترونه مع الجي. لام بارفي. تكون عنده. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. تتكلم. إذن هذا البرد تتعلق بوحد ج. ج مؤنت. سنضيف أ. إذن الفعل التي تصرف مع أطر. الأكسليار أطر. طبعا تتأثر بي. لسيجي. إذا كان مؤنت نضيف أ. إذا كان جمع نضيف أ. ما شبح الله. تصرف مع أفوار. إذا قالت الجدة ماتر هنا. فقد الموثرة على الرجال أرباح. تكون جمع نضيف أ. لماذا؟ لأن هذه الفقدات تتعلق بسيارة. أنا فقدت simpat. أيضًا. جمع نضيف أ. فقدت. أعطينا ما. أ. 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 أن الأكسليار أ. أ. مصرفي. ثم لن تضيف. الخاص بفعل بردر. تنحصل في المجمل على بلسكو بارفي. طبعا كما تنعرف بانا بلسكو بارفي تتكلم على واحد الزمن في الماضي. ليتم في واحد الفعل. لي جا قبل من زمن اخر في الماضي. اذا انا اولا ان انا فوقيته. ثم هنتكلم على وضعية اخرى كما نشوف هناك. جاءت من بعد منها في الماضي. اذا جاتي باردي انا فوقيته. انا اتفقت كونتيني قومير تستأنف الجدة. اذا طبعا الكاتب هنا يتكلم عن مونيك. انها كانت تستمع للجدة ويخائفة. وفي نفس الوقت تستمع للرياح وهي تصطدم بالمدخانة. كأنها متخوفة ان يحدث لا ما حادث للجدة. اذا جاتي باردي انا فوقيته كونتيني قومير กل LISS TESTÀNIFU الجدة. انا عندنا لątварة كونتنية هده افعل يستنفه او استمر. je نروخوفي بلو من شما. انا لم اعود اجد مرة ثانية كما نقول من شما طريقي. jeナروخوفي بلو من شما انا لم اعود اجد معدناش انا g Tibet Stri them Jul theat in GD Dur tem. انا للم اعود اجد معدناش انا gem هذا كفي الواجدة ولكن هنا لدينا أنا لم أجد ثانية هذا تدفيد تكرار أنا لم أعد أجد مرة ثانية من شما طريقي لقد كان عندي برد المقصود أنني أصيبت بالبرد كان عندي برد كان عندي خوف عند أن أجدت أجدت أنا لم أعتبر كما ذكرنا سالو فرب apercevoir Japerçu أنا لمحتو دوفمو أمامي أمام أنا أمامي La lumière دي الميزون ضوء منزل وفجأة أنني تلمع ضوء دي المنزل طبعا مونيك التي تستمر القصة وهي متخوفة ماذا ستعتقد هنا C'était peut-être la maison de l'Augre C'était peut-être La maison de l'Augre C'était كما نقول لقد كان أتخ في لمبارفة C'était C'était peut-être la maison de l'Augre Peut-être ربما C'était peut-être لقد كان ربما la maison de l'Augre لقد كان ربما منزلو منزلو الغول دي مونيك تقول مونيك سمشا إنه شرير إنه شرير لزاق سمشا لزاق إنه شرير الغول نتكلمون عن الغول بصفات الجمع لزاق سمش لزاق هذا يأكل الأطفال لذا عندما تحدثت الجدة عن منزل مونيك منزل منزل الغول ثم قالت بأن الأغوال شريرة لأنها تأكل أطفال جمع أطفال جمع لذا تستطيع اقتربت من المنزل جمع ثم ضربت في الباب كما تلاحظون بأن أغلب أفعال إنه مصرفي لقد كان سيطل فقط أطفال أنا أطفال 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 تبعنا أطفال 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 خبت جمع لعبة لقد أطفال انه مصرفي وَأطفال أطفال لقد أنت كنت لأطفال محن جمع جمع J'aperçois devant moi la lumière d'une maison. C'était peut-être la maison de l'ogre, dit Monique. C'est méchant les ogres, ça mange les enfants. Je m'approchais, je frappais à la porte. Pon, pon, pon. T'as un moment, quelqu'un frappe violemment à la porte de la ferme. Pon, pon, pon. L'ogre, c'est l'ogre. Au secours, crie Monique. La porte s'ouvre et l'on voit entrer le père Antoine, un voisin qui vient passer la soirée à la ferme. Je ne mange pas les petits-enfants, dit-il en riant. Un morceau de fromage et une tasse de café, bien chaud, feront mieux mon affaire. Confuse, Monique baisse la tête. A ce moment, c'est un moment où il y a des lajda. Il y a un moment où 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 il y a un moment. Il y a un moment où 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 il y a un moment جدا كانت تتحكي القصة وفي تلك اللحظة في الدار ديالها سمع طرق للباب كالكفخاب فيولامو لابورت شخص ما يضرب بعنف على الباب دولا فاعم اذا نتكلم عن باب المزرعة اذا طبعا هنا صاحة مونيك بدأت تقول لاغر لاغر انه الغول انه الغول والسكور النجدة كيف مونيك تصرخ مونيك اذا طبعا كانت مونيك تعيش تلك اللحظة التي كانت تحكيها الجدة وكأنها يمن تعيش هذا الامر طبعا الجدة كانت تحكي بانها ذهبت الى المنزل الذي رأت فيه نور ثم طرقت الباب وفي تلك اللحظة طرق احد الاشخاص الباب عليهم اذا فاعتقدت مونيك بان هذا الذي يطرق الباب ما هو الى العول لاغر سي لاغر او سكور او سكور كيف مونيك النجدة تصرخ مونيك لاغر انتوان ثم نرى فيه دخول الاب انتوان فاذا بالاب انتوان هو الذي يدخل ايضا انتوان ثم نرى فيه كم نقول دخول الاب انتوان ايضا انتوان ايضا انتوان لاغر الامسية في المزرعة ايضا انتوان ايضا انتوان ايضا انتوان الذي اته اليوم دية امسية في المزرعة طبعا الاب انتوان هنا الجار سامع صورة الطفلة وعرف بان اعتقده تغولا ايضا انتوان يخرج معے لاغر ايضا انتوان جميل حقة فرميو من افر ايضا انتوان ايضا انتوان ثم كأس قهوات يكون ساخنا جدا كأنه يقول بأنه تفعل جيدا منفر حاجتي أو كما نقول مشروعي هنا أنهم يفعلون جيدا حاجتي بمعنى آخر أن الأب أنطون هنا يقول للطفلة أنا تكفيني قطعة جبنين أنا تكفيني قطعة جبنين ثم كأس قهوات ساخن هذا الذي يكفيني ولا أكل أطفال كونفيز كما نقول مشوشة أنها اختلطت عليه الأمور مونيك بيس لطيت إذن مونيك تخفض الرأس إذن هي خافتت رأسها عندما عرفت بأن اعتقادها كان خاطئا إذن كانت تعيش قصة الجدة بما تعتقد وهم إذن فإذا بالحقيقة أمامها أن الذي يطرقه الباب ليس غولا بل هو الجار أنطوان إذن طبعا في فقرات القادمة إن شاء الله سنستأنف مع بعض الكلمات المتعلقة بهذا النص إلى ذلكم الحين حياكم الله وعلى لقاء قادم بإذن الله